المشاريع التنموية ومشكلتها الفقر والبطالة والحاجة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات عنوين حملتها زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء إلى محافظة الطفيلة اليوم تفاصيل الجولة الحكومية في التقرير التالي اطلع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارته لمحافظة الطفيلة على عدد من المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة في المحافظة جولة رئيس الوزراء استهلها بافتتاح مشروع مدينة الطفيلة الصناعية والتي ستسهم باستقطاب عدد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة كما اطلع الملقي وفريقه الوزاري على سير العمل في مشروع مدرسة سمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح والتي بدأ العمل فيها العام الماضي وبتمويل من دولة الكويت وبكلفة ثلاثة ملايين دينار تقريبا القطاع الصحي كان أحد عنوين الجولة الوزارية اذ زار الملقي موقع مشروع مستشفى الطفيلة الحكومي الذي طال انتظاره من قبل أبناء المحافظة حيث أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهند السامي هلس خلال الزيارة على البدء بتنفيذ المشروع الشهر القادم كما التقى الملقي بوجهاء المحافظة ومديري الدوائر الرسمية وممثلي المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية واستمع خلال اللقاء إلى أهم المطالب والاحتياجات وأبرزها غياب المشاريع التنموية والاستثمارية ومشكلتها الفقر والبطالة ما هو جديد في الزيارة أو ما هو المهم في الزيارة هو أن كان هناك حديث مباشر وعفوي من المواطنين طرحوا فيها القضايا العديدة التي كان لها سنوات وكان هناك أيضا رد من الحكومة على بعض المشاريع طبعا الجميع يعلم أن المعضلة في الوطن هي معضلة اقتصادية تتمثل في الفقر والبطالة سمعنا من دولة الرئيس وصحبه الكريم حول مشاريع ستنفذ على أرض الواقع وستوفر فرص عمل هذه المشاريع ستعود بالنفع لأبناء المجتمع المحلي والباحثين عن العمل الجولة الحكومية في محافظة الطفيلة هي واحدة من جولات ميدانية أخذت الحكومة بتنفيذها وذلك للاطلاع عن كثب على سير عمل عدد من المشاريع وتلمس احتياجات المجتمعات لمشاريع تنموية تسهم في تخفيف وطأة الفقر والبطالة